اشتركوا في القناة من يوم الخميس وهو اليوم عشرين ثمانية ولغاية يوم السبت تسعة وعشرين ثمانية طبعا بالنسبة للقمر رح ينتقل من اكثر من برج خلال هذا الاسبوع يعني رح يبدأ هو من امس موجود في العذراء ورح يضل لغاية ظهر يوم الجمعة موجود بالعذراء من ظهر يوم الجمعة ولغاية ظهر يوم الاحد القمر بصير في الميزان من ظهر يوم الاحد لغاية عصر يوم الثلاثاء القمر بصير بالعقرب من عصر يوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الخميس القمر بكون متواجد في القوس من مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي ولغاية ما بعد يوم السبت طبعا بخلال فترة الاسبوع في عنا ثلاث احداث طرورية ومهمة انكوا تسمعوها اول واحدة انه عنا عطارد رح ينتقل لبرج العذراء صباح يوم عشرين ثمانية وهذا من الاشياء اللي رح تحسن من مزاج واوضاع بعض الابراج الترابية والابراج المائية بشكل عام اما بالنسبة للشمس رح تنتقل للعذراء يوم اثنين وعشرين ثمانية مساء وهذا بدل على انه بدأ العام من عند برج العذراء ابتداء من هذا التاريخ ولكن انه الامور بتصير بشكل متصاعد بالفائدة للابراج الترابية وللابراج المائية بوجه عام عشان هيك بنستغل الفرصة ونقول لما وليد برج العذراء كل عام وانتم بألف خير اما بالنسبة للزاوية السلبية اللي رح تتشكل خلال هذا الاسبوع هي زاوية التربيع رح تكون بين المريخ وزحل رح تكون يوم اربع وعشرين ثمانية مساء وفي هاي الزاوية طبعا هاي من الزواية اللي انا ذكرتها في بداية العام هي في توقعات العام موجودة بتتزايد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية يعني فيها عنف فيها مشاكل فيها فضائح الله يستر ايش اللي رح يصير بالفترة القادمة او بخلال هذا الاسبوع طبعا بالنسبة للزاوية هاي هي تأثيرها اللي موجود تقريبا بحدود الاسبوع يعني موجودة ومؤثرة ومشكلة من الاسبوع الماضي لها تأثيرات كانت الزاوية غير متصلة اللي هي التربيع لكن اوجها هو زي ما حكينا له يوم 24 ورح تستمر معنا مدة طويلة يعني رح تستمر مدة تقريبا شهر ورح يتراجع المريخ رح يرجع يشكل نفس الزاوية هاي يعني الاستمرار رح يستمر لغاية شهر 11 تقريبا خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية ونشوف ايش التأثيرات العامة على كل برج بالتفصيل خلينا نحكي عن برج الحوت طبعا موليد برج الحوت الان الشمس وعطارد صاروا مقابلك تماما يعني في بيت الشراكة وهذا الاشي بيجيب ايجابية وبيجيب سلبية الايجابية خلينا نبدأ فيها قبل السلبيات اول اشي هذا بعزز شراكتك هاد بيجيب فرص للارتباط بيجيب شراكة مالية جديدة بيجيب اشياء لها علاقة بتطوير وضع من خلال شراكة معينة بيجيب قضايا قضائية يا سلبية يا ايجابية بعطيك سرعة بديها لطريقة التعامل وتطوير وضع الو علاقة بالشراكة بسبب عطارد ولكن اللي بيصير الشمس شو بتعمل بوجودها مقابلك تسحب من طاقتك فعشان هيك بدك تنتبه لصحتك بدك تنتبه من التقلبات الصحية اللي بتيجي بشكل مفاجئ وبدك تنتبه انه بالفترة هاي ابعد عن المواجهات والخصام لانه دائما عدوك بيكون اقوى منك في هاي الوضعية فبدك تكون حذر من كل شيء احنا حكينا ان كان ايجابي او سلبي الايجابي استغله والسلبي حاول انك تبعد عنه وتنتبه له اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا منحكي عن الزهرة والزهرة موجودة في مكان برضو قوي جدا بيدعمك حض وعاطفة واشياء لها علاقة بالمفاجآت اللي بتكون سارة وايجابية بالنسبة للك وهي زي الملاك الحارس اللي بيحميك بالفترة هاي من بعض الاشياء اللي بتيجي بشكل مفاجئ او احداث بتصير معاك ولكن تجد انه بلطف الله ربنا حماك منها طبعا هو لطف الله اللي سخر انه الفترة هاي تصير معك هاي الامور بوجود الزهرة في هذا المكان فعشان هيك دك تنتبه من بعض الامور اللي لها علاقة بالعاطفة لها علاقة بتطوير وضع عاطفي معين لها علاقة بمغامرات وحضوض في ممكن تحقق مكاسب منها واشي ممكن يجيب لك شهرة حتى على المستوى الفكري وعن مستوى الاشخاص اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية بالفترة هاي بيبدعوا وممكن يصلوا للشهرة او لعمل يكون مميز اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا منحكي عن المريخ اللي موجود في بيت المال وهو بيضغطك على مستوى امور لها علاقة بالوضع المالي بيجيب لك مصاريف من تحت الارض بيجيب لك الاتزامات من تحت الارض بيجيب لك توترات مالية تقلبات على المستوى المالي ممكن تجيك مكاسب ولكن مقابلها في مصاريف اكثر ممكن المصاريف هاي تكون منزلية ممكن عائلية ممكن اعطال ممكن صحية يعني بتكونوا من تبهين من كل هاي الامور اللي ممكن تدخلكم بالحيط بسبب يعني انكم ما استشرتوش او تسرعتوا بالقرارات اما بالنسبة للجديد طبعا بنحكي عن البيت 11 وبيتك 11 بيته الاصدقاء فهو بيكتشف او بيكشف لك بعض الاصدقاء او بعض الاشخاص المتقمصين شخصية الاصحاب والاصدقاء اللي بيعريهم وبكشفهم امامك بشكل واضح وتمام فعشان هيك بدك تكون حذر منتبه ما تغامر ما تجازف ما تشوه سمعتك ما بين الاصدقاء وما تخذل اصدقاءك بطريقة التعامل معهم اما بالنسبة لبيتك الاول فهونا منيجي منحكي عن نبتون نبتون اللي بتراجع اللي بيخلي حساسيتك عالية بيخلي الوسواس عالي بيخلي افكارك متقلبة بعيشك بوهم بعيشك باشياء بتكون زي الصراب حاول انك ما تقمن شر تراجع نبتون لانه رح يأثر عليك بشكل سلبي حتى على مستوى الاحلام حتى على مستوى يعني الافكار بتلاقيه بتجيب لك اشياء برضو مش منيحة اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا هنا اورانوس اورانوس بيجيب لك مشوير مفاجئة بيجيب لك اعطال مفاجئة بيجيب لك عصبية مفاجئة بيجيب لك مواضيع بتستثيرك بشكل سريع بيعمل تقلبات برضو مفاجئة ممكن يدخلك على امتحان بشكل فجائي يعني بمعنى اخر بدك تكون حذر من بعض الامور اللي الها علاقة بينه باورانوس وبتقلباته بالعصبية وبالتقلبات اللي ممكن تصير معك وصلنا للتوقعات الاسبوعية وخلينا نشوف القمر ايش بدي يعطي تأثيرات خلال هذا الاسبوع من صباح يوم الاربعاء الخمر في العذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة تتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء سواء في العمل او العاطفة اهميش انك تكونوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة الفترة هاي فيها نوع من انواع الضغط اللي ممكن يكون كبير الاوضاع ممكن تصعب عندك او تلتغي بعض الامور لانه القمر موجود مقابلك تماما من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير في الميزان حتى ساعات ظهر يوم الاحد بتعيدوا تنظيم اموركم المالي المشترك والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة او تعويض ما تهملوا صحتكم ممكن تصبح لاجواء اكثر ايجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي اعمالك صدى طيب اهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة واعذار من ساعات ظهر يوم الاحد القمر بصير في العقرب حتى ساعات عصر يوم الثلاثاء بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفي مع احبائكم فترة مناسبة لاجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة او تفرح لانفراج وتسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكمان بيكون عندك قدرة على التواصل مع المحيط من ساعات عصر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالقوس وحتى ساعات مساء يوم الخميس فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة اهمش انك هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها اذا شعرت ببدايتها من ساعات مساء يوم الخميس القمر بصير بالجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الاخرين وممكن تنجح في حشد تأييد او دعم لقضيتك ممكن تتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر او تنضم الى جمعية وتهتم لشؤون اقارب الشريك اكثر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر